ميليشيات الحثيين طائرة يمنية هبطت في مطار مدينة سيؤون الخاضعة لسيطرة قوات الشرعية تحمل على متنها 109 أسرى من قوات الشرعية وأخرى حطت في مطار العاصمة السعودية الرياض وعلى متنها 15 سعوديا وأربعة سودانيين كانوا أسرى لدى الميليشيات الحثية في أكبر عملية تبادل للأسرى منذ عام 2014 صحفيون أسرى كذلك كانوا منذ خمس سنوات لدى ميليشيات الحثيين أطلق سراحهم ضمن الصفقة التي قضت بالإفراج عن 719 أسيرا من الطرفين واسط ترحيب إعلامي كبير بهذه الخطوة ودعوات لتكثيف الجهود لإطلاق بقية الصحفين المقتطفين صفقة تبادل الأسرى هذه لم تخل من الكشف عن ملابسات ما تعرض له المأسرون لدى الميليشيات من عمليات تعذيب وتمثيل بأجسادهم وهو ما كشفه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الذي طالب بإجراء تحقيق دولي بشأن جرائم قتل عدد من الأسرى في سجون الميليشيات الحثية ويرى مراقبون أن صفقة تبادل الأسرى التي جاءت بعد نحو 6 سنوات على وقوع الإنقلاب الحثي في اليمن أعادت الأمل لكثير من المقتطفين والأسرى بالعودة إلى عائلاتهم وكشفت بعضا من الجرائم الحثية والخروقات التي ارتكبتها ضد القوانين والأعراف الدولية التي توجب معاملة الأسرى بطريقة إنسانية في وقت لا تزال فيه ملفات أخرى كالتسوية والحل السياسي وإدخال المساعدات للمتضررين من اليمنيين عالقة وسط استمرار هيمنة ميليشيات الحثي على اليمن